صباح الخير أمونير عجم بهالفيديو حركز على موضوع مقارني ولا مناقشة project delivery مع project management يعني إدارة المشروع أما تنفيذ وتسليم المشروع يعني تركيز على التنفيذ وكمان حقارن بين project leadership و project management حركز أكتر على موضوع delivery نحن اليوم كprojects وكorganization يمكن شوي بيس أنا حيرجع لموضوع لأنه بتاريخ شغلي أكتر كمن منظمات اللي هي تعتبر مالي كل مشروع مثل شركات نفطية مثل اكسون ولا سعودي ارامكو من هون من هالناحية هاي نحن خلال تجربنا هدفنا من إدارة مشاريع مش إدارة مشاريع يعني نعتبر نحن إدارة مشاريع هي وسيلة اللي تنفيذ أهداف الشركة ولنقدر نزيد الأسد تبع الشركة ملكية الشركة عبر مصانع واللي عبر مستشفيات ملياريس حسب نوع الشغل تنقدر نزيد خدماتنا وبالطبع بهالشي زيادة الخدمات معايتها نحن قدرين نزيد أرباحنا كشركات خاصة فنحن الهدف اللي هو هنقوله بالانجليزية الهدف هو إمكانيات إنتاجية تنكسب طبعا نحن الهدف أنه نقدر نزيد إنتاجنا تنقدر نزيد إمكانيات الإنتاج وبالطبع مع زيادة إمكانيات الإنتاج بغض الناطة شو ننتج نحن هل ننتج تلميز ولا علم ولا ننتج بنزين وبيترو كيميويات بالطبع تنزيد أرباحنا كمؤسسات وكشركات الهدف الأساسي هو تنفيذ مشاريع ناشحة تقدر توصلني لمرحلة أنه أنا عم بقدر زيد إمكانياتي وبالطبع عم بكسب عندي مكاسب مدية ولا معنوية ولا حاسب نوع إذا كنا عم نشتغل نحن بطبع كحكومات ولا كنان برافت ولا انجي اوز بالطبع يمكن المكسب هو معنوي أكتر منه مادة بغض النظر شو هو الموضوع وشو هو المشروع معينة نحن بدنا نركز على موضوع بالنهاية طيب توصل لهذا الشيء نحن نحن هدفنا كإدارة مشاريع فينا ناخد منظور نحن أكلمي بحث وضيء يعني نفكر مثلا بقوله نحط شيء يعملنا بلاك للفيجن ونركز فقط على إدارة المشروع هون بحب أرجع على مرجع اللي هو ISO 21500 المصدر الوحيد للحديث اليوم من ISO عن project management وايسو بقول انه اليوم نحن نقدر نفذ مشاريعنا بإنجاح نحن بحاجة لثلاث أنواع من العمليات يعني 3 types of process عنا بحاجة نحن لproject management process يعني عمليات إدارة المشاريع بحاجة لproduct process product oriented processes اللي هني العمليات قلينا نقول التقنية اللي علاقة بالproduct منتج المشروع يعني ونحن بحاجة لsupport process يعني ممكن نكون logistics والأمور تاني اللي هي ممكن نكون أكتر كmanagement من pure project management اللي هني support process نحن بحاجة لها العمليات كلها هلا بس لأنه ISO 21500 guidance على project management هو محدد لإدارة المشاريع سوكون تركيزه أكيد هو بس على project management process بس بإلنا بشكل واضح إنه نحن مش هاضي مشكيفين نحن بحاجة كمان للother type of processes بس بما أنه product oriented processes يختلفوا من نوع شغل لنوع شغل أكيد مرجع كإدارة مشاريع ما في يسكرون هلأ فيه كتير نيس اللي عم بيصير المشكل إنه لأنه مراجع مثل ISO والPumbach ما بيحكوا بالproduct oriented processes أما ما بيحكوا عنها كفئية ثم ننسيها ولا ما معتبرها ولا من أحيان بنصير بنركز عليها فقط يعني مثلا المشاريع الهندسية حملة المهندسين بيحكوا لك project management بس هلأ بالنهية عم بيركزوا على الشأن الهندس أخذنا وجهة نظر تنفيذ المشروع للوصول إلى زيادة الانتاج أما زيادة المنتج التي تنزيد أرباح أو الإفادة من المشروع حسب الخطة نحن نبدأ من البداية أي مشروع يبدأ بالفكرة والفكرة يجب أن تكون مربوطة بالستراتيجية المؤسسة يعني إذا الفكرة مع العلاقة لا تزيد وتساعد بتحقيق الخطة السراتيجية المؤسسين مشروع لا يجب أن يتنفذ وبعد أن نأخذ موافقة على الفكرة يجب أن ننتقل إلى مرحلة دراسة الجدوى مع دراسة إمكانية تنفيذ مشروع بنجاح نسميها نحن فيزيباليتي ستلي وهي مش بس دراسة جدوى هي دراسة جدوى مع إمكانية نتأكد نحن أما يكون عنا على الأقل نعمل دو ديليجنس نشتغل بجهد ويجب أن نعرف أن هذا المشروع سنستطيع أن ننفذه بنجاح إذا لدينا أي شك بهذا الموضوع يجب أن نراجع مواقفنا ونراجع إذا المشروع يجب أن يستمر أو لا وبعد ذلك نحن نبدأ ونطبع طبع على المشروع بنتقل إلى مراحل ثاني لا نهايته وأكيد متما نكون نتحقق على النجاح فهون عندما نركز كاسوكاد نقول أننا لا نريد أن نركز على الإدارة نريد أن نركز على الإدارة والتنفيذ يعني هون موضوع الديليفري بطبع بالكامب ما ظل عندنا فايز اسمه براجك ديليفري فيز المقصود مش بس الديليفري فيز المقصود بشكل عام نحن كمؤسسات إذا نحن نحن مؤسسات كميلكين مش كمقاولين كمؤسسات ميلكين لمشاريع نحن بحاجة نقدر نشتغل المشروع ونديره بطريقة إدارة ومع بالطبع تنوصل لنجاح ونحق النجاح هلأ ما نفكر بيقوله ممكن هدا شي طبيعي أكيد هدا هو الهدف بس بدنا نريز نحن نممكن نفسيا نفسيا بدنا نقدر نميز بين كلمة براجك ديليفري وبراجك مانجمت لأنه لما نركز على البراجك مانجمت بس وإذا هون عبدنا نكون نحن كتير نظريين معين تبس عم نركز على البراجك مانجمت ونحن كإدارة مدارك مشروع ما خاصنا بالباقي هلأ بطبع أنا كمدير مشروع ما خاصني إني أعرف إذا المهندس المدني عم بيشتغل صح ولا الواب ديفولوبر عم بيعمل كودينغ صح البراجك مانجمت بس شغلتي بس شغلتي إنه أكيد إذا أنا ما بعرف لازم يكون في عندي حدا بيعرف وهون هدا التركيز نحن هدا نقدر نوصل لنجاح هلأ فينا نختم الجزء الأول اللي هو delivery versus management هنركز هلأ بالنقطة الثانية على management versus leadership ما لا حدخل كتير بموضوع الإدارة موبيل الريالي وهالأمور هاي في كير مراجع وكتب نكتبك على هالموضوع نحن هركز اليوم بس على على شغلي موجودة من أحد كتب السيل في جي فرما اللي هو أحد الزملاء المتعرفين عليه وحتى قدم لنا لورات مع ثوكات سابقا في جي فرما هو يكاتب مجموعة كتب عن إدارة موارد البشرية في المشاريع اللي هنلي كانوا يمكن من أول كتب اللي انكتبت بتركز على الموضوع الإنساني على موضوع الأشخاص والأفراد والموارد البشرية بإدارة مشاريع بعد ذلك ما التركيز بس على موضوع الكلفي والوقت والجودي وهالأمور هاي وهو الكتب انكتبوا بالتسعينات أواخر التسعينات في أحد هالكتب بيركز حتى في صورة بيحطها بيركز على موضوع أنه خلال حياة المشروع من بدايته لنهايته وين قامتنا نحن بحاجة لليدرشيب سكيلز وقامتين نحن بحاجة لمنجمت سكيلز وبركز هو أنه بأول المشروع نحن بحاجة لليدرشيب سكيلز لماذا؟ لأنه نحن بحاجة نقدر نحدد الفيجن للمشروع هدف المشروع نقدر نحدد علاقة مع أصحاب الشأن والستاكهولدرز كلهم مع فريق العمل نتأكد نقدر نجمع عن كلهم نقدر نحول الفريق لفريق عمل متكامل مركز على هدف مشترك هذا الشغل هذا في بداية المشروع هو أكتر طبع في جزء تقني عم بيصير مش عام نقول نحن مش موجود بس نحن بحاجة أكتر لموضوع الممارسات الشخص القائد فيقدر يفعلا نقدر يجمع فريق ويبدأ المشروع نشتغل عليه بسريقة صحيحة من البداية هلأ لما نبدأ ننتقل المشروع من مرحلة إلى مرحلة ونبدأ نركز أكتر عن موضوع العمل التقني والتنفيذ والإدارة والتخطيط نحن هون بحاجة أكتر لشخص إداري نحن بحاجة أكتر للإدارة لأنه هون ضرورة المدير يركز على موضوع الشغل عم بيصير عم بيصير حزب جدول زمني عم بيصير متابع عم بيصير ملاحقة هاي دي سكيلز أكتر هي management skills منها leadership skills لما نوصل تجاه المشروع آخر المشروع بيبلش الضغط أكتر ويمكن يكون إذا في شوية تأخير إذا في شوية مشاكل هون بيبلش صعوبات المشروع بيآخروا الشباب بيكونوا بيبلشوا يتعبوا ضروري نحن هون كمان بحاجة نرجع للليدرشف سكيلز يكون حتى مثل cheerleader يساعد ويساهم بيخلي الفريق مركز يخلي الفريق مركز على الهدف النهائي تنقدر نقطع الشوط الأخير من هالمشروع هلأ هل ممكن يكون عنا شخص شخص مدير المشروع يكون هو عنده هالكفاءة كمؤدارة وكليدر يرىت إذا هالشيء موجود ممتاز بس مش دائما ضروري هون بقى نحن بحاجة إذا مدير المشروع يكون واقع إذا هو مدير المشروع أكتر هو ليدر معايا بحاجة يكون معه مساعد يكون هو أكتر مانجر وهون بقدروا يكملوا بعضهم لذلك نحن نحن ما قالت بننظر للشخصين يكونهم يعني تنقول أما السبانسر والمانجر ما ضروري يكون يمكن السبانسر يلعب دور الليدر أكتر والمانجر يكون هو أكتر get it done بغض النظر أما يمكن المانجر يكون هو أكتر ليدر ويكون عنده فريق عمل يعتبره من هني المانجر اللي عم بيشتغله بغض النظر 100 عم بيشتغل 100 نحن بحاجة نفكر بهالطريقة هون بنختم هالفيديو نرجع نذكر أن نحن بحاجة نركز أكتر على تنفيذ المشروع بنجاح مش بس ويعني أنت بدنا نظر نطلع على العمليات التقنية والغير التقنية مش بس الإدارية إضافة لأن نحن بحاجة كمان نتذكر أن نحن بحاجة حين بمراحل بحاجة أكتر لليدرشيب سكيلز وبمراحل تاني بحاجة أكتر للمانجمت سكيلز بالنهاية الهدف النهائي أن نوصل نحن لزيادة الإنتاج أما تحقيق نجاح المشروع نزيل الإمكانيات المؤسسة على تقليم خدمات ولتقليم موارد ولتقليم ضاعة وبالطبع وهالشي بيؤدي إلى تحقيق الفائدة المرجوة من المشروع وقتبلشناه شكرا وراتيكم لعافية